هجوم أوكرانيا المضاد يعود على كييف بخسائر في أسلحتها ودروعها الغربية المتطورة والقيادة الأوكرانية تعدل خططها الهجومية لكسب المعركة وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الصحيفة أشارت إلى تعرض نحو 20% من الأسلحة للتلف أو الدمار في الإسبوعين الأولين من الهجوم الأوكراني المضاد بينما انخفضت هذه النسبة في الأسابيع التالية إلى 10% فقط لكن من بين الخسائر الأوكرانية 24 دبابة غربية بينها دبابات ليوبارد الألمانية الصنع وناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية عالية الدقة مسؤولون عسكريون أمريكيون وأوروبيون أكدوا لنيويورك تايمز وجود تحسن في أداء القوات الأوكرانية بسبب تغيير تكتيكات القتال لإضعاف قدرات القوات الروسية واستخدام المدفعية والصواريخ بعيدة المدى بدلاً من الهجوم على حقول الألغام الروسية لكن بينما يبدل الجنود الأوكرانيون جهوداً مكثفة ضد الدفاعات الروسية في بعض المناطق لم ينجحوا حتى اللحظة سوى في استعادة خمسة أميال فقط من أصل 60 ميلاً يأملون في استعادتها وتقسيم القوات الروسية إلى قسمين هذه الأنباء أكدتها أيضاً القيادة الأوكرانية وبخاصة الرئيس زيلينيسكي كان هناك توقف قصير في العمليات بسبب نقص المعدات والذخيرة ندعو الحلفاء إلى تسريع وتيرة التسليم تعليق زيلينيسكي تزامن مع تصريحات لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين يبدو أنها صبت في صالح دعم كييف وتعويض ما تكبدته من خسائر مع تدفق الدخائر العنقدية من الولايات المتحدة فإن وطيرة القتال قد تزداد إنها ليست بالسرعة لكنها ليست كارثية أو متأخرة والسبب هو حقول الألغام باتجاه الخط الروسي وفي كل الأحوال لا يبدو أن هناك بديلاً أمام أوكرانيا سوى السعي للوصول إلى بحر أزوف لقطع الجسر البري إلى شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا والأهم تقديم دليل للغرب على أن مساعداته لم تهدر هباء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر